بسم الله أبنائي ومناتي طلاب صف سابع منهج وزاري أهلا وسهلا بكم مع مستر عبدالغني الصهاجي وارجعنا لكم تاني على وركة الله في شرح يونتو اكتيفتي بوك ويرك بوك اوك يا ولاد لا اول مرة تزوروا قناتي ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للفيديو وانشروا لينك الفيديو يا ولاد في جروباتكم برقم اماراتي شجعونا نكمل منهج صف سابع بشرح من صف ثاني حتى صف عاشر تابعوني في الكومنتات لو انا اتأخرت عليكم اكتبوا مستر اكتبوا مستر فين صف سابع شكرا يا ولاد على بركة الله يالله اروح كتاب المدرسة يالله اروح كتاب المدرسة بسم الله الرحمن الرحيم الهوية الشخصية الموضوعات اللي عندنا في اليونت يا ولاد الحياة في المدرسة وصف شخص ما في أسرتك تاريخ الأسرة المدارع التام البسيط لمواقف مستمرة حتى الآن عايش انت في المكان اللي انت عايش فيه حتى الآن وعندنا النهاردة ونهاردة مفاجأة عندنا هنستخدم الويت بورد الخاصة بحصص اونلاين على برنامج زوم النهاردة يا ولاد هنشتغل على الويت بورد وانسيب لكم رقم الواتساب تتواصلوا معنا لو عايزين حصل زوم برايبد للطالب لوحده أو مع مجموع الطلاب وكلها بأسعار تعتبر رمزية يا ولاد أبوستروف اس وانس أبوستروف النهاردة هنتكلم عن الملكية أبوستروف اس واس أبوستروف هنشرح يا ولاد على الويت بورد أبوستروف اس وانس أبوستروف لسنس 1 & 2 سو فار سو جود كومبليد ساويرد فورسكول سبجكت أبوستروف 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 شايفين يا ولاد دي مواد دراسية قال لي أكمل إحنا كتبين يا ولاد عشان الوقت نمبر ون هستوري كان هو حلها سي لتر سي نمبر تو أرت لتر اف نمبر سري ميوزيك لتر سي نمبر فور ميوزيك لتر ا نمبر فعي انگلش لتر أ نمبر سي سيئينز لتر ب نمبر سي جيوغرافي لتر د number two use the words from activity one to complete each of these sentences استخدم الكلمات من نشاط رقم واحد لتكمل كل جملة من الجمل التالية number one can I borrow a paint brush for my art lesson ممكن استعير بفرشاء الرسم حصة الرسم I enjoy history أنا أستمتع بدراسة التاريخ because I learn about what happened لإني بعايز أتعلم بتعلم ماذا حدث in the past number three I've lost my calculator أنا فقط الآلة الحسبة and I've got math وعندي حصة math يا أولاد four I am learning to play the drums excuse me I am learning to play the drums in my music music listen أنا بتعلم إزاي أعزف عطابلة في حصة الموسيقى in science في العلوم في مادة العلوم we are working in a real lab إحنا بنشتغل يا أولاد في معمل حقيقي بنعمل تياره خلي بالكم number six do we need a globe هل إحنا نختار هل محتاجين يا أولاد خريطة العالم الكرة الأرضية for our geography listen لدرس الجغرافية we are learning about Shakespeare's life نحن نتعلم عن حياة Shakespeare in English listen three match the word from the box to the correct school subjects أوكي يا أولاد أنا عندي مجموعة كلمات سبعة تمانية تسعة أوكي science عندي يا أولاد الكلمات الخاصة بالعلوم الكلمات الخاصة بالإنجليش الكلمات الخاصة بميوزيك يلا نشوفهم كنسير حفلة موسيقية درامت طبلا experiment تجربة في المعمل grammar قواعد لاب معمل أوركسترا فرقة موسيقية سكلتين هيكل عظمي سبيلنج التهجي فوكابلاري الكلمات كلمات كلمات ومفردات لغوي ساينس مادة العلم يا أولاد كبنا لاب إكسبريامس سكلتين مادة الإنجليش كبنا grammar سبيلنج فوكابلاري نمبر سري ميوزيك كبنا كونسير ميوزيك ميوزيك أوركسترا إنزلات وحبو عمل التجارب في المعمل في الرسم في الفن I like playing the drum in English I am good at spelling وير أنا شاطر فيش تهجي الكلمات ميس كون إس كون تواف أكون سير أد زي عند مدرستي سيكون عندها احتفال موسيقي حفلة موسيقية في نهاية العام أكتب سلاسة أسئلة عن المدرسة أولاد نسأل حد هل عندنا أفتر سكول أحنا نسألك هل نضميت لأي نادي من and date after school clubs yet نسأل كمان which subjects أي المواد هل هل شغالين مدرع تام هل و البرب في التصريف التالت هل 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 أدي هل 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 أول واحدة history, letter B, letter F كانت art, number 3 كانت grammar, number 4 كانت music, number 5 كانت school, number 6 كانت vocabulary, number 7 English, number 8 science, number 9 orchestra, number 10 subjects. Choose the correct option. In this subject I could learn to play an instrument. أعزف في هذه المادة كنت أستطيع أن أتعلم أعزف على آلة موسيقية, music. In this subject I learn about famous artists. الفنانين المشهورين. في هذه المادة أتعلم كيف أحافظ على رشاقتي فت لياقتي البدنية. والتمرين بطريقة صحيحة. PE, اختصار, physical education. تربية بدنية. أحساب أكثر السبب الفنانين يا أصب دائما الله كل أرب يمكن أجد لدينا مواد دراسية عازين نضيف لهم انجليش عملنا شبكة يا أولاد عربك، أرد، ميوزيك، جيوغرافي، هستوري، ساينس ما هو الراجل جابلين هيه؟ ماهو؟ تمام يا أولاد؟ النهاردة، this is a short invariant of the conversation between Abdullah and Sunil فاكرين يا أولاد الحوار من Abdullah و Sunil in Activity 2 on page 25 of the course book. Complete it using أكمل مستخدمة the correct form of the verb. In the present perfect المضارع التام المضارع الحاضر الذي يتكون من يلا الروح مع بعضينا نشوف الوايد بورد اللي أنا وعدت حضراتكم بيها في بداية الحصة، يلا نروح، يلا نروح مع بعضينا نشوف الوايد بورد. أوقي يا أولاد، دي الوايد بورد اللي إحنا بنشتغل بيها حصة زوم أونلاين، وهسيب لكم الرقم يا أولاد للتواصل اللي عايز يبقى برايفة لوحده أو اللي عايز ينضم محط تاني يا أولاد كله متوفر عندنا وبنشرح الكتابين المدرسة والوايد بورد بأسعار تعتبر أسعار رمزية. نشوف نغير اللون، وايد بورد بمحاجزين نكتب أسود يا أولاد نكتب أحمر، نكتب أحمر، نكتب أسود عشان الناس تبقى الصوت أو يبقى واضح إحنا بنختار الوايد بورد، جرين بورد، بلاك بورد، كله عندنا يا أولاد متوفر اللي عايز أي حاجة يكتب في الكومنتات، وإحنا عينينا لكم القناة كلها بتاعتكم وإحنا عملناها عشان خطركم The present Perfect Simple كل زمن يا أولاد ليه فورم، ليه تكوين، مهم جدا تعرف تكوين الزمن نقول إن عربي يا أولاد، وإحنا بنكتب عربي، طبعا نكتب عربي المضارع التام، ويشبه الماضي هو يا أولاد، بس ما نحددش متى، بس ما نحددش يا أولاد متى حدث الفعل المضارع التام البسيط، هو هاف هاف يلا نقسم يا أولاد مين مع هاف، حد يفكرني I You We They دول يا أولاد بيقوا مع هاف تعالوا نكمل ونقول مين هاز هاز هتبدأ معنا هاز، نفتح قوس هاز، هاز، معاهي، وشي، وإت، نفي القوس، تمام يا أولاد، يبقى هاف وهاز بلاس باس بارتسمه، بلاس باس بارتسمه، أهو يا أولاد، البي بي، وفي ناس يروح عليه، فيربي سري، في ناس يسموه كده عادي، مش نختلف، نختلف ايه؟ يبقى كل فعل يا أولاد لي تلات تصريفات، تصريف أول، تصريف ثاني، تصريف ثالث، أكي؟ طيب، إحنا عندنا أفعال، أفعال منتظمة، وهي التي تقبل إضافة، تقبل إضافة، بنحط لها ED مرة، ونحط الD مرة لو هي آخرها E، ونحط كمان يا أولاد الI ED لو كان في حرف الY وقبله حرف ساكن، لقبله حرف متحرك، سبوها يا أولاد، أفعال منتظمة وهي التي تقبل إضافة، يبقى إحنا يا أولاد نعايزين ساهم عشان الناس تقرأ صح، وهي التي تقبل إضافة، تمام يا أولاد؟ يبقى إحنا ماشين بالساهم أهو، التي تقبل إضافة وصلنا عند الED والD والI ED، هيا يا أولاد، كل حاجة نعملها يا أولاد، بنعمل كل حاجة في الحصة بتاعتنا، قلنا النهاردة برضو نشرك حبايب الحلوين، النهاردة هيعملوا شير لينك الفيديو، تمام؟ شفنا نعمل مجموعة يا أولاد، للتلات أفعال، لو قلنا كوك، هنجيب منها التصريف الثاني والثالث، كوك، هي يا أولاد، تصريف الثاني والثالث، طيب، لو شفنا بيك، هنلاقي يا أولاد آخر حرف الإي، هتبقى بيك، ضيفنا دي بس، نشوف استاضي يا أولاد، استاضي، أخيرا حرف الواي، هتبقى استاضي، في حين، في حين بلاي، هتستمر معايا يا أولاد الواي، بلايد، تعالوا نفرد كده ونشوف رأي حضراتكم الدنيا عملة إي معاكم، دي أفعال منتظمة، دي أفعال إي يا أولاد، تعالوا نروح معاكم نعملها، نعمل لكم مربع عليها عشان تحبوها وتكتبوا في كومنتاتكم كل اللي إنتوا عايزين يا أولاد، كل الإمكانيات عندنا متوفرة نقدر نعمل كل حاج، شايفيني يا أولاد؟ الله، الله عشياكة والأناقة، إيه بشكر نفسي والأي، أفعال غير منتظمة، أفعال غير منتظمة، أنا هكتبها يا أولاد للمستقبل تفتكروني بيها وتقول قابلنا مستر عبغان السهاجي علمنا أفعال غير منتظمة لها أربع، لها أربع أشكال، يا الله، أول مرة حد يقول لي أننا نعرف أن الفعل يقولوا عليه فعل شاس، الفعل ده غير منتظم، لكن حد يقول لي يا أولاد أن لها أشكال، أول مرة أسمع أن لها أشكال، تعالوا عندنا تاني، وإحنا نحكي معاكم تاني، تمام؟ نقول لكم يعني أربع أشكال، يعني حضراتكم، نمسك فعل C، سين، لاحظتوا إي أولاد؟ لاحظنا أن الثلاث تصريفات مختلفة، في حين إننا بلد، في التصريف الثاني كانت بلد، في التصريف الثالث كانت بلد، لاحظتوا إيه؟ لاحظنا أن التصريف الثاني مثل الثالث، طيب، المجموعة الثالثة، كم؟ شايفيني يا أولاد؟ كم؟ أنا عم جمعهم يا أولاد أربعين فعل، لو حد عايزهم يكتف الكومنتات، كم؟ 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 التصريف الأول مثل الثالث، الله عليه، كت، 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 الثلاث تصريفات مختلفة، يبقى بكده حبيب الحلوين عرفناكم، عرفناكم، التصريفات الثلاثة، تمام يا أولاد؟ عرفناكم إن التصريفات الثلاثة لها أربع أشكال مختلفة، إي رأيكم نقول ثاني، أول ثلاثة كانوا مختلفين، سي، سو، سين، تاني تصريفات كانت بلد، 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 الثاني مثل الثالث، المجموعة الثالثة كانت تصريف الأول مثل الثالث، المجموعة الرابعة كانت الثلاثة مثل بعض. دول يا أولاد التصريفات الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم أربع أشكال للتصريف الثالث، لو قلنا هاف يا أولاد هاتجلنا في الأول، هاف هاتجلنا في أول الكلام تديني معنى ها، تديني معنى هل، يبقى هاز، هاز أو هاف، بلس سوبجيك، سوبجيك اللي هو الفعل اللي بيحب يسموه عربي أصنع الشرح، بلس بي بي، وفي ناس اللي عليه فيرب سري، مش هنختلف، التصريف الثالث أو فيرب سري زائد تكملة، هنا يا أولاد معناها هل، هاف أو هاز يا أولاد، لما تقف الأول هيبقى معنى هل، ولازم طبعا حضراتكم هاتجاوبوا بيس ونوم، لازم هاتجاوبوا بيس ونوم، على بركة الله يا أولاد، وبكده نكون احنا الحمد لله رب العالمين شرحنا على الويد بورد المضارع التام البسيط، استنوني بالفيديو القادم، عملوا سبس كرايب فعلوا الجرس، ونرجع تاني نقول لكم بالفيديو القادم، أبوستروف اس، واس أبوستروف، يلا نرجع لبعض، ونروح كتاب المدرسة، نروح كتاب المدرسة يا أولاد، يلا نروح كتاب المدرسة، هل كتاب المدرسة ظهر عندكم؟ قلوا كتاب المدرسة لو ظهر، قلوا ظهر، نروح كتاب المدرسة، اشتركوا في القناة